الميتيور الميتيور هو صاروخ جو جو أوروبي طويل المدى يتم التحكم به راداريا ويطلق من الطائرات تم صنعه من قبل شركة MBDI الأوروبية والتي تصنع لصالح ستة دول أوروبية ويوفر هذا الصاروخ قدرات متطورة لاقتناص الأهداف الجوية بسرعات عالية وفي مدى يزيد عن 100 كم وقد زودت بعض الطائرات الأوروبية بهذا الصاروخ مثل طائرات اليوروفايتر تايفون لعدة دول كبريطانيا وإيطاليا وكذلك بعض الدول في الشرق الأوسط كالسعودية كما تم تجهيز طائرات الـ F-35 الإيطالية والبريطانية به وطائرات الرافال الفرنسية كما جهز الطائرة الـ JAS-39 السويدية أيضا بهذا الصاروخ دخل الصاروخ الميتيور الخدمة في القوات الجوية السويدية عام 2016 نتيجة لإجراء التجارب على طائرات الـ JAS-39 وفقا لشركة الـ MBDA المصنعة للصاروخ فإن الصاروخ يمتلك من ثلاث إلى ستة مرات طاقة حركية أكبر من الصواريخ المماثلة له والموجودة في السوق وسر قوات هذا الصاروخ هو المحرك الصاروخي المعزز المضاف وهو الرامجيت والذي يعمل على زيادة قوة الصاروخ وسرعته لمسافات طويلة نسبيا ويمكنه من اقتناص الأهداف السريعة بسهولة وتعمل شركة بايرن شامي الألمانية على صناعته ومنحت وزارة الدفاع البريطانية عقد تطوير وصناعة الصاروخ لشركة MBDA بالنيابة عن جميع الدول المشتركة لصناعة الصاروخ وبعد ذلك تم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفردية لكل دولة على حدة لتطوير هذا الصاروخ وقد وضعت تصميم الأولي للنسخة الأولى من هذا الصاروخ لتكون بلا أجنحة وأجريت التجارب المبدئية على طائرات الرافال في عام 2014 وتم اختباره ضد التيارات الهوائية كما تم اختبار نسبة التحكم في الصاروخ على طائرات الرافال عند إقلاعها من علامة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول وقعت شركة MBDA وشركة Thales عقد بـ 60 مليون دولار لتطوير وإنتاج النسخ الأولى من الصاروخ وتعاقدت أيضا شركة BAE Systems في نفس الشهر لتزويد طائرات التايفون بهذا الصاروخ صمم الميتيور كوحدة واحدة كاملة لا تتطلب تجميع لأي قطع وبالتالي يقلل ذلك من التكاليف الإجمالية لعمليات نقل الصاروخ من مكان لآخر وبسبب عدم الحاجة لمساحة كبيرة لأي أجزاء متناثرة ويمكن إطلاقه كصاروخ شبح Stealth missile فهو مجهز بميزات ميكانيكية حركية محسنة قادر على ضرب أي نوع من الهداف المختلفة في نفس الوقت وفي أي ظروف جوية وجهز الميتيور برأس حربي عالي التفجير صنعته شركة TDW الألمانية وهذا الرأس الحربي صمم بحيث يكون مكون أساسي لهيكل الصاروخ كما أنه احتوي على فيوزات حساسة للصدمات أي Impact Fuses والميتيور يعتبر من الصواريخ التي تمتلك خط تواصل معلوماتي ثنائي الاتجاه بين منصة الإطلاق والصاروخ لتوفير أي تحديثات على الأهداف أو إعادة الاستهداف خلال رحلة الصاروخ وهذه هي الديتا لينك أو خط المعلومات التواصلي بين الطيار وبين الصاروخ يعمل على نقل المعلومات الميكانيكية الحركية للصاروخ ويعطي الطيار معلومات في حال تمكنه من اكتشاف الهدف وتدميره فالميتيور مزود برادار نشط للبحث عن الهدف يعمل على تقديم معلومات موثقة لتتبع وتصنيف الهداف عن طريق برنامج تحكم يعمل بالقصور الذاتي أي بالInertial Measurement System IMS وهذا النظام جعل الصاروخ أكثر دقة في اقتناص الهدف فبعد أن يتم تعيي منطقة الهدف يجعله في الNoiscape Zone بسبب وجود أجهزة توجيه داخلية في الصاروخ تعمل على إيصاله للهدف بدقة يبلغ وزن الميتيور 190 كيلوغراما وطوله 3 أمتار و70 سنتيمترا والقطر 17 سنتيمترا وثمانية مليمترات ويصل مداه إلى أكثر من 100 كيلومتر وسرعته أكثر من 4 ماخ أي حوالي 4900 كيلومتر في الساعة في عام 2014 وافقت شركة MBDA على إجراء أبحاث مشتركة مع اليابان فقد أكد متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية أن اليابان وبريطانيا ستعملان على تطوير نظام مشترك للجمع بين كل من تكنولوجيا البلدين المتعلقة بالصواريخ المضادة للجو وسيتم تجربة وضع أجزاء من رادار ماسح موجود في صاروخ الميتسوبيشي إلكتريك AAM-4B على صاروخ الميتيور بسبب عدم كانية حمل AAM-4B الياباني على طائرات F-35 البريطانية بسبب كبر حجم باحث الصاروخ الياباني المسال سيكر فهذا من شأنه يعطي بريطانيا قدرة على الوصول للتكنولوجيا المتطورة اليابانية وإضافتها لصاروخ الميتيور الأوروبي